اهلا بكم من جديد قررت اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الموافقة على إزالة حالة التعثر عن مشروع التطوير العقاري في اللامار وذلك بعد التزام المطور الرئيسي للمشروع بخطة استكمال التنفيذ والبدء في تسليم الملاك وحداتهم السكنية وقال معاليه لدى ترأسه اجتماع اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية والذي عقد عن بعد أن أعلانهم إزالة حالة التعثر عن مشروع ذي اللامار الذي أحيل في العام 2015 من مجلس الوزراء الموقر إلى اللجنة الوزارية يعد إنجازا آخرا على صعيد التقدم نحو طي هذا الملف في إطار حرص قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه على صون الملكيات الخاصة وتوفير الغطاء القانوني اللازم لها والذي يعد الضمانة الرئيسية لحماية الحقوق ورعايتها بحضور سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان والرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية الدكتور أحمد عبدالغان الشيخ تم التوقيع اليوم على مذكرة تفاهم بين الجانبين لتدريب الباحثين عن عمل عن بعد ويهدف هذا الاتفاق إلى تدشين مبادرة معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية لتقديم عدد من برامج التدريب للباحثين عن عمل في تخصصات برامج المحاسبة والمالية وإدارة الأعمال والتأمين والحاسب الآلي وإدارة المشاريع والقيادة ضمن منصة إلكترونية حديثة تتضمن العديد من العناصر المحفزة والمشجعة أشيد بمؤسس المعهد البحرين للدراسات المصرفية اللي من تلقاء نفسه بادر وقدم مساهمة وطنية جليلة بتقديم مجموعة أو حزمة من البرامج التدريبية في العلوم المصرفية في الإدارية في الكثير من لتعزيز المهارات وتقوية المهارات الخاصة بالباحثين عن عمل بتيسيرات وعفاءات يعني الحقيقة يشكر عليها وبأعداد كبيرة عن طريق طبعا التدريب عن بعد نحن كمأحد البحرين دراسات المصرفية تشرفنا اليوم بلقاء سعادة وزير العمل وتوقعنا اتفاقية تدريب الباحثين العملية لتعزيز مهاراتهم العملية نقول فهذه الإضافة اللي بيكون مهارات عملية لكي نجعل البحرين يكون خيار الأفضل في سوق العمل إن شاء الله أكد السيد صباح سالم الدوسري وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تصريح خاص لمركز الأخبار عبر تقنية الاتصال المرئي سكايب أن المنصة الإلكترونية تعتبر معرضا دائما يتيح للباحثين عن عمل فرصة البحث عن وظيفة شاغرة مباشرة دون الحاجة إلى زيارة مقر الوزارة أو الانتظار لمدة طويلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أطلقت من المنصة الإلكترونية لساعد الباحثين عن العمل للحصول على الوظائف مباشرة من أول يونيو وأي باحث عن عمل باستطاعته مباشرة الدخول لهذا الموقع هو الحصول على فرصة للترشيح لخمس شواقر مباشرة يعني هذه الوظائف تتميز معرفة الباحث عن عمل بقدراته بحيث أنها بأمكانه أن يرشح للوظيفة المناسبة له وهي جميع الوظائف مربوطة ببنك الشواقر في الوزارة الذي يعتبر معرض إلكتروني دائم حق الباحثين عن عمل والآن نترككم مع سعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نوصل النشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعقدات هذا الأسبوع ونبدأ مع برصة البحرين حيث أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1280 نقطة بانخفاض تجاوز ثلثة نقطة مئوية وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وتجاوزت كمية الأسهم المتداولة مليون وثمانمائة وثمانية وعشرين ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت مائتين واثنين وعشرين ألف دينار تم تنفيذها من خلال ثمان وستين صفقة وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية فكما تلوحظون أغلقت جميعها على انخفاضات متفاوتة ونبدأ بالسوق المالي السعودي التي أغلقت عند مستوى 7390 نقاط بنخفاض بنسبة 0.25% وبالنسبة لسوق دبي المالي فقد أغلقت عند مستوى 2103 نقاط بنخفاض بنسبة 1.2% أما بالنسبة لسوق مسقط للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 3513 نقاط بنخفاض بنسبة 0.32% أكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض خلال اجتماع له مؤخرا أهمية البحث على فرص التعاون بين الجهات كفة للإسهام في نمو الاقتصاد البحريني كما أنهم يولون اهتماما كبيرا بالعمل جنبا إلى جنب مع كينات ومؤسسات القطاع العام والخاص في المملكة لمواجهة التحديات المترتبة ووضع خطط فعالة لتعافي القطاع وذلك ضمن استراتيجيتهم لتطوير وتحفيز نشاط قطاع السياحة وتنويع الاقتصاد وفقا لرؤية 2030 انطلقت فعاليات مؤتمر وجائزة المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية الخامس للشراكة والمسؤولية المجتمعية 2020 برعاية فخرية من قبل عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف السفير الدولي للمسؤوليات المجتمعية وذلك عبر تطبيق زوم وسيكون موضوع المؤتمر لهذه الدورة الصيرفة الخضراء وأدواتها لتعزيز الممارسات المسؤولة وتحقيق التنمية المستدامة ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة علمية للمتخصصين في مجالات المسؤولية المجتمعية والصيرفة الإسلامية لتدسير العلاقات بينهم بهدف تجويد المبادرات المقدمة للمجتمعات والمساهمة في تنميتها السلام البحرين رعايته لكتاب التمويل الإسلامي الصادر من قبل معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية بي آي بي اف ويهدف الكتاب إلى المساهمة في تطوير المهارات المتخصصة في مجال التمويل الإسلامي وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي في قطاع الخدمات المالية الإسلامية وسيغطي الكتاب جميع المنتجات والخدمات المالية الإسلامية الرئيسية التي تشمل تطورات القطاع بما في ذلك بروز التكنولوجيا المالية الإسلامية الفنتك إلى جانب التأمين التكافلي الإسلامي كمجالات واعدة إذ تعد المملكة بإمكانياتها وسمعتها الإقليمية والعالمية مركزاً مناسباً لاحتضانها النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل ستاربوكس تنوي إغلاق المئات من فروعها في أمريكا الشمالية بسبب كورونا ثبت بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى معدل الفائدة أو معدل الفائدة دون تغيير متوقعاً أن تظل كما هي حتى عام 2022 مع تعهده بدعم الاقتصاد الأمريكي وذكر الفيدرالي في بيان السياسة النقدية أنه قرر تثبيت معدل الفائدة عند مستوى يتراوح بين الصفر إلى 25 من 100% وأكد الاحتياطي الفيدرالي أنه ملتزم باستخدام مجموعة كاملة من الأدوات لدعم الاقتصاد الأمريكي في هذا الوقت العصيب وبالتالي تعزيز الحد الأقصى من أهداف التوظيف واستقرار الأسعار والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية أعلنت سلسلة ستاربكس أنها تنوي إغلاق المئات من فروعها في أمريكا مع استبدالها بنقاط توزيع صغيرة ومتنقلة وقالت الشركة أنها تخطط لإغلاق نحو 400 فرع في الولايات المتحدة وكندا على مدار 18 شهرا المقبلة بينما ستضيف مواقع لتوصيل واستلام المشروبات فقط وذلك في تحول استراتيجي يعكس تأثير أزمة فيروس كورونا على قطاع الأعمال العالمي ترجمة نانسي قنقر